نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة لأزمة الغذاء العالمية بدءا من الشهر القادم وشدد المركز الإعلامي على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر خمسة قروش فقط دون أي زيادة وهو نظام الذي يستفيد منه واحد وسبعون مليون مواطن